السلام عليكم يروي أحد الشباب هذه القصة يقول قيل أبي من عمله وتعثرت أحوالنا ولم يستطع أبي حتى أن يؤمن الحواج الضرورية للبيت وحسنت أمي كثيرا وحسنت أبي على هذا الوضع ونامت أمي في إحدى الليالي وهي حسينة فكر في مخرج من هذه الضائقة فرأت في الرؤية أنها في مكان مليء بالأشواق وبالحجارة وهي لا تستطيع أن تتحرك من مكانها فأنهم الله في الرؤية أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقالت لا حول ولا قوة إلا بالله فمن جرى ذلك فتح لها طريق بين تلك الصخور والأشواق ومرت به بسلام عندما استيقظت تلك الأم بدأت أخذت ورد تقول كل يوم ألفي مرة على الأقل لا حول ولا قوة إلا بالله كانت تقولها بيقين وليس لتجربة تقول والله لم يمر شهرين إلا ويسرت أحواله وفتح باب الرزق لهم وأبي حصل على عمل جديد ومن ذلك اليوم لم تترك أمي ولم يترك أبي قول لا حول ولا قوة إلا بالله ونحن نعيش في حياة طيبة ونعيش في بحبوحة والرزق يصب علينا صبا هذا الكلام صحيح ولا حاجة لتجربته فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح بأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش حافظوا وواضبوا على لا حول ولا قوة إلا بالله وسترون فرجا عظيما ورزقا ستتعجبون منه بإذن الله لكن قولوها بيقين لا تقولوها بتجربة قولوا لحول ولا قوة إلا بالله وأنتم متيقنين بأن الله سيفرج أحوالكم وستلقى ضي حوائجكم بإذن الله أرجو الاشتراك في القناة ودعم الفيديو ونشره ليصل لأكبر عدد من الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته